السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم انا جبت لكم خبز الدار يجي خفيف وسهل بثث مكونات انا لاصحاب المشاريع اللي تحبت انا تدي الكسرة وتبيع شوفوا انا كيفاش تجي من الداخل تجي فارغة تجي من فوخة تجي من اروع مياك وشوفوا الكسرة انا هذي انا كامل خبزات بهذا الشكل شوفوا انا اخسم لكم خبزة اخرى باش تتأكدوا من صحة كلامي انا شوف الداخل تجي كلها فارغة انثثقة مكونات فارنة وخميرة وما وشوفوا النتيجة تبعوا الوصفة الاخر شوفوا يجوا كامل من فوخين كامل يجوا اذا ما شاء الله اذا قبل ما نروح للوصفة نقول لأول مرة يزور القناة ان يشترك في القناة وفعل زر الجرس لكم كل جديد وما تنسوش الضغط على زر لايك والروح مباشرة للمقادم اذا نحتاج هنا ان عندنا كيلو فارنة ملعقة مملوئة خميرة الخبز اذا كيلو فارنة ملعقة مملوئة خميرة الخبز ملعقة مملوئة سكر ونضيف مباشرة نبدأو نجمعها بالما دافي قلت انا هنا ما فيها لا تدلق ولا فيها تعب ولا ايشي نلموها انا بالماء نلموها بالماء فقط ندلقوها قسمه بكتس قبل فارينها روحها فقط حاجة خفيفة دقيقة ولا ونزيدو لها نضيفو للملح ونخليوها تخمر اذا نشوفو هنا راني نجمع في العجين قطل اصحاب المشاريع عاكو تعافو الضعفو الكمية هنا راح نديروهم بخبيزة صغار راني نشوفوهم في المحلات يديروهم بخبيزة صغار يديروهم في الاكياس وان سعر ان اللي تبيعين للحانوت هو ان ثبنا الاف اما السعر المباشرة ميبيعون عشرالف خمس خبزة صغار واتقديت بيعهم حتى لقرقوتي هذو كلام يبيعون لساندويشات وكل شي راح يكون ان الطالب عليها بل بزاف جرب بها وحتشوف النتجة قلت يجي خفيف خفيف يجي روعة شوف بهذا الشكل شوفو العجينة راهيان طرية كنت شوفو فيها العجينة تكون طرية مشيئا تشد خلاص في اليد هاكو تشوفو هذا والقاوم يحتاجو اذا بعد ما نضيفو لها الملح راح يتسقمرو حا قلت فقط احنا الفانينة باش تداخل مع الخميرة والسكر والما هذاك شوية فقط قلت دقيقة فقط في يدكم وعاودوا وحطوها زدو لها الملح وخلوها تخمر اذا هذا الشكل شوفو اذا نحن نحطها مباشرة في اليناء ونحن نضيف لها اذا نجز جملاق كيلو جملاق صغات القهوة ملح اذا في الكيلو فارنا اللي ما تكونش طعف ديش حالدي الملح واللم العجين التاعي نزيد له شوية ما وندخل لها الملح جيدا بعد ما نشوف العجينة التاعي ندمج الملح فيها باح نتركها زيد تخمر نتخمرنا الخميرة الاولى اذا نخلوها مرة الاولى تخمر وبعد ذلك اذا نديروها كوريات واذا نخبزوها اذا بهذا الشكل نغطيها ونخليها تخمر هنا بعد ما نضاعف الحجم التاحا شوفو اذا نحن نهبط لها الخميرة التاحا ما تخافوش هنا بعد ما ريحت وحدها مش راح تولي تلسق لكم شوفو هي هنا راح نهبط لها الخميرة التاحا فقط شوفو شمقتي تدغير شوية فقط بالماء وهبط الخميرة كما كنت شاهدو شوفو هاي النتجة نتحصلو عليها انا هنا اقطحها على عشر خبزات بس احنتو مآن للبيع قسموها على ست خبزات تقريب الخبزة فيها ثمانين قرام شوية اذا بهذا الشكل واح نجيب هنا شوية سميد لتحب هنا تفتحها بالفارينة تفتحها بالفارينة انتو ما احرار هنا انا حبيت سميد باش نحسوا هذي كل القرمشة تعال الكسرات تعنا لخبز الدار اذا احنا واحد للكمشة صغيرة فقط سميد نحتاجوها فقط تكفي لانو ما احتاجوش بالساف قلت انتو ما قسموها على 12 خبزة اذا كيلو فارينة يقسم لكم 12 خبزة تقسمو على نص باقي النص هذيك زي تقسمو على نص وقسمو هذك النص آن على ثلاثة نجيكم 12 خبزة انا هنا بعد ما كملت نفتحت الخبزة التوعية رح نبدأ نجيب حلال ولا بيد ديا نبدأ خبزات الأولين اللي كنت تكوورتهم الأولين شوية فقط سميد ما تكثروش سميد بزاف شوية فقط سميد نقرسها بيد دي قلت ولا برولو تكون رقيقة ما ديروش خشينا بزاف تجيكم معجنا يعني ديروها بهذا الشكل كما نقرسو الكسرات تعنا شوف نجي رقيقة نزيدو مش رقيقة كامل وإنما تكون مش مجيناش البابة فيها بزاف شوفوا هاي بأمامكم إذن هاي النتيجة أمامكم شوفوا إذا حنزدوكم خبزة أخرى باش تشوفوا العملية وانتم ما كملوا الخبزات التوعكم 12 خبزات تعكم بهذا الشكل قلت أنا كل خمس خبزات نديروهم في كيس بلاستيكي لم تعال كيلو هذو كلها تش كيلو أكيس لم يتباعوا وانو حطوهم في المحلات يبي عملكهم قلت السعر المباشر 10 ألف السعر للمحلات 8 ألف شوفوا أنا ناخلي هنا 10 دقايق فقط ونعود نبدأ نطيب مباشرة إذن بعد مرور 10 دقايق قرصتها كامل طاجين هنا كانت سخون شوفوا هنا الطاجين محتاش سخانة بزاف يكون سخون النار متوسطى نحرك ونقلب مني ذك نقلب مشي عندي هاكذا شوي شوي ونزيد نقلبها بهذا الشكل إذن هذا هو من أسرار نجاح الخبز نزيد نقلب بهذا الشكل ثم تبدأ تحماركم شوية زيدوا قلبو زيدوا قلبو وبكي طعتكم هذا اللون مباشرة نرفضها ونحطها فوق فوق النار إذن هنا بعدما تضطني اللون هذا شوية دوغ شوية هنا نحط مباشرة هذي الآن نحط حتين كنجي نحمرها باش نحطول لأنه يسخن بالخف شوفوا بهذا الشكل شوفوا تبدأ تنتفخ وحدها فوق النار ثم مع الأول تقولوا ما تنتفخش شوفوا شكلها شحال الآن يجي 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 روعة شوفوا شحال من فوق يجي من فوق ما شاء الله حنزدكم خبزة ثانية إذن هاي خبزة ثانية إحنا ما كانش عندي كان لي يصوراني أنا مباشرة نشد تليفون وأنا ونصور لكم شوف دائما قلت النار تكون تقريبا متوسطة تحركوا وتقلبوا تحركوا وتقلبوا فيها إذا حتا تعطيكم اللون تقريبا الذهاب كما قدر تحطوا القريج هذا تعلفور ولا تعلف كوزينيا شوف إذا كطب لكم خمزة نحوه باش ما يحمر ثم ثم يولي لكم آن يحرق يعني شوف شوف كيف آن ولت آن با لون شوف آن ثانية باش تشوف آن صدق كليمي شوف نبقى نحرك فيها ونقلب آن حتى تبدا تعطينا اللون هذك الحديد الحديد مخطط تاع الكوزينيا ونحط ومباشرة نحمرها الخبز الموالية شوف إذا هنا بعد ما تحمرنا إذا مباشرة نحطها في فوق الشبايك هذا اللي كتشوف فيه تاع الكوزينيا ونبقى نحرك فيها ونقلب وحدها تشوفها انت فخ تشوف تولي بالونا آن آن وريد لكم ماشي خبزة ماشي زوج يعني الله يبارك جاءوا كامل ينتفخوا كلهم الخبزة اللي نديرها طيب أنت انتفخنا أنا وتولي ما شاء الله إذن هاي النتيجة اللي أمامكم روعة كسرة تجي خفيف أنا ريشة تجي ما تشبع شو قلت لكم ديروها في المحلات ورح تشوفوا الإقبال اللي يحيو لي عليكم يجي ما شاء الله كسرة خفيفة تخلوها تبرد تماما وديرو كل خمس خبزات في كيس بلاستيكي قلت للبيع المباشر عشر ألاف أنا لي لأن يبيع تحطوهم في الحوانة ولا في يعني يعني الأكل هذا الفاسفود وكل شي إذن رغم يبيعهم ثمان ألاف للباكي إذن نتيجة أروعة مثل مكونات فقط بدون يعني بدون تعب كبير والنتيجة كأنك أنت طيبتها في الكوشة الحديد هذي كأن أنت هنا من أحتاج لك كوشة أي شيء ثم ثم نوجدها قلكم دمتم آمينين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته